إياكم تابعين الكرام إلى الستوديو التحليلية بلغة الأرقام عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر أيضاً وفي العالم مع أسامة بوهنة أهلاً بك أسامة أهلاً وسهلاً بلال مساء خير أهلاً بك أسامة كيف حالك؟ أهلاً فضل إذن الثالث عشر من شهر أبريل الموافق للعشرين شعبان وحصيلة جديدة لوزارة الصحة الجزائرية عشر حالات شفاء وتسعة وستين حالة إصابة وعشرين وفاة مسجلة خلال آخر حصيلة لوزارة الصحة الجزائرية ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين هي الحصيلة الكلية لعدد الحالات المكتشفة هنا في الجزائر عبر سبعين وأربعين ولاية سجلنا فقط خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية كما أشرت سابقاً حسب بيان وزارة الصحة تسعة وستين حالة إصابة جديدة ولاية البوليدة خمسمائة وستين إصابة كما يظهر هنا سجلت خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية ست حالات جديدة وتكون بذلك الولاية الأكثر تضرراً من الفيروس ولاية الجزائر العاصمة سجلت حصيلة يومية مرتفعة بعض الشيء ونتحدث عن عشرين حالة خلال أربعة وعشرين ساعة وتسجل ثلاثمائة وأربعة وخمسين حالة إصابة مؤكدة في الجزائر العاصمة ولاية وهران غرباً كثالث ولاية تضرراً بالفيروس وتسجل مائة وواحد وعشرين حالة إصابة مؤكدة وسجلت خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية كما يظهر هنا على هذه المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصحة الجزائرية حالة واحدة خلال أربع وعشرين ساعة ولاية ستيف رابعاً ولم تسجل ولا حالة جديدة وتسجل سبعة وثمانين كإجمالي عدد إصابات منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة ولاية بجاية اثنان وثمانين حالة بازا ثلاثة وستين عين الدفلة واحد وخمسين تيزيوزو خمسين حالة برج بورريج واحد وأربعين قسنطينا أربعين حالة تلمسان ثمانية وثلاثين ولاية شلف سبعة وثلاثين حالة إصابة مؤكدة وسجلت ست حالات جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية ولاية مستغانم ثلاثة وثلاثين حالة ولم تسجل ولا حالة للإشارة فقط وزارة الصحة أكدت أنه عشرين ولاية لم تسجل أي حالات جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية ولاية الجلفة تسعة وعشرين حالة إصابة وسجلت حالة واحدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية ولاية المدية ثمانية وعشرين بومرداس نفس الشيء ثمانية وعشرين تسمسيلة ستة وعشرين حالة جيجل أربعة وعشرين سكيك دي ثنانية وعشرين باتنا واحد وعشرين حالة إصابة مؤكدة أما ولاية معسكر فتسجل إلى غاية الآن حالة سيدير العباس 19 حالة أم البواقي والواد فسجلت كل واحدة منهما 18 حالة كما يظهر هنا أمامي ولاية غردايا 16 حالة وسجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس حالات إصابة جديدة البويرة 15 حالة عنابة 14 حالة عين تيموشن 13 حالة بسكرة 11 حالة خنشلة 11 حالة الأغواط نفس الشيء ورقلة 10 حالات بشار 10 حالات غلزان 10 حالات أمسيلة 8 حالات بسة 7 حالات أما قلمة وسقهناس وأدرار فسجلت كل ولاية منهم 6 حالات أدرار 6 حالات تيارة 5 حالات ميلة طارف 4 حالات إليزي حالتين أما البيض وتمراصة والنعامة وسعيدة فسجلت كل ولاية منهم حالة واحدة حسب بيان وزارة الصحة الجزائرية إذن 1983 حالة مكتشفة في الجزائر 601 حالة شفاء نتمنى أن نرى هذا الرقم يكبر خلال الساعات القليلة القادمة عدد حالات الوفاة سجلنا 20 حالة جديدة وارتفعت بذلك عدد حالات الوفاة كما يظهر خلفي هنا 313 حالة وفاة إن لله وإن إليه راجعون عدد الحالات التي هي تحت العلاج 2679 وتجدر الإشارة هنا إلا أن هذا العدد يشمل الإصابات المؤكدة أو المشتبه بها والتي تخضع بدورها للعلاج وفق البروتوكول الجديد نسب الإصابة ولاية البوليدة التي تعد أكثر ولاية تضررا 28% الجزائر 18% من إجمالي عدد الإصابات في 47 ولاية المسجل فيها ولاية وهران 6% النسبة الباقية توزعت على باقي الولايات بنسب متقاربة 1153 من الظكور 830 حالة إصابة عند الإناث كان هذا كل ما لدينا بالنسبة للجزائر لبس أن نلقي نظرة على الأرقام العالمية وبلغة الأرقام لازالت كورونا تكبر وتنتشر وأرقامها تزيد ساعة فساعة مليون وثمانمائة وثمانية وثمانين ألف ومئة وسبعين حالة إصابة مؤكدة حول مائتين وخمسة عشر دولة في العالم عدد حالات الشفاء أربعمائة واثنين واربعين ألف حالة شفاء أما عدد الوفيات مائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وأربعين حالة وفاة حول العالم الولايات المتحدة الأمريكية سجلت خلال أربعة وعشرين ساعة فقط أكثر من ألف وخمسمائة ألف وخمسمائة وفاة فقط في الولايات المتحدة نيويورك سجلت وحدها أكثر من سبعمائة وخمسين حالة وفاة في أقل من أربعة وعشرين ساعة إذن أكثر من نصف مليون مصاب في الولايات المتحدة وتكون بذلك الدولة الأكثر تضررة من الفيروس إسبانيا مائة وتسعة وستين ألف إصابة إيطاليا مائة وتسعة وخمسين ألف إصابة فرنسا مائة واثنان وثلاثين ألف إصابة ألمانيا مائة وسبعة وعشرين ألف بريطانيا ثمانية وثمانين ألف الصين اثنان وثمانين ألف ومائة وستين حالة والصين سجلت خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية أكثر من مئة حالة إصابة جديدة ما يرجح لموجة جديدة من انتشار كورونا في الصين إيران 73 ألف تركيا 61 ألف إصابة وتسجل 1296 حالة وفاة كان هذا بالنسبة لدول العالم السعودية قرابة الخمسة ألاف إصابة وتسجل 65 حالة وفاة تليها الإمارات العربية كثاني دولة عربية متضررة من الفيروس وتسجل 4123 حالة إصابة وتسجل 25 حالة وفاة وهو رقم إذا ما قرناه بعدد الإصابات فيبدو مقبولا قطر 3231 حالة إصابة وتسجل 7 وفيات ثم جزائر كرابع دولة عربية متضررة بالفيروس وتسجل 1983 حالة إصابة مؤكدة وتسجل 313 حالة وفاة وتكون بذلك الدولة العربية الأكثر تسجيلا لحالات وفاة وتسجل 601 حالة شفاء وتكون بذلك ثاني دولة عربية تسجيلا لحالات الشفاء بعد المملكة العربية السعودية التي تسجل أكثر من 700 حالة شفاء المغرب غرب الجزائر 1746 حالة مؤكدة بينها 120 حالة وفاة تونس 685 حالة مؤكدة بينها 28 وفاة ليبيا 25 حالة مع حالة وفاة واحدة وثمان حالة شفاء موريتانيا سبح حالات مع حالة وفاة واحدة وحالتين شفاء مالي جنوب الجزائر 105 حالة بينها 29 وفاة و22 حالة شفاء النيجر التي تسجل تسارعا في الإصابات فتسجل 529 حالة إصابة مؤكدة بينها 12 حالة وفاة و75 حالة شفاء الصحاء الغربية لم تسجل إلى غاية هذه اللحظات أي إصابة جديدة كان هذا كل ما لدينا زميل بلال سمع لها كل هذه المعطيات في داخل وخارج الوطن